اشتركوا في القناة مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل الخير لكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذه ليلة وليهذا اليوم نبدأ هذه النشرة بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تشير تقريبا إلى تواجد بعض الصحب المتوسطة والعليا غير الممطرة تقترب من المناطق الشرقية من البحر الأبد المتوسط ولكن إجمالا معظم المناطق الشرقية للبحر الأبد المتوسط وبلاد الشام ومصر خالية من تواجد الصحب والغيوم الممطرة خراءة الضغط الجوي الأخير المسلمة هنا في مركز تقص العرب تشير إلى استمرار تموضع هذا المرتفع الجوي الذي يمكث في المنطقة منذ وقت طويل والمتسبب بعد ما شئت الله إلى حدوث حالة الانحباس المطر تتأثر بها عموم مناطق بلاد الشام استمرار هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تثير أحيانا بعض الأتربة تزيد من الشعور بالبرودة عند هبوبها ولكن بنفس الوقت هي رياح إجمالا جافة تستمر هذه الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة مع تعمق أكبر لهذا المرتفع الجوي متوقع خلال الأيام القادمة الأحوال الجوية متوقعة في العاصمة عمان هذه الليلة أجواء غائمة جزئيا بسبب وجود هذه السحب المتوسطة والعالية غير الممترة لكن درجات الحارة هذه للاستكون فالدة درجة الحارة الصغرى سبع درجات مئوية في العاصمة عمان دون ذلك في بعض المناطق الأخرى تكون رمما شديدة البرودة الأجواء في أجزاء من البادية والسهول الأشرقية وقمم جبال الشرع الأحوال الجوية متوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة تبقى مستقرة فمثلا يوم السبت تكون الأجواء مشمسة مع ظهور أحيانا لبعض السحب العالية 15 درجة موي درجة الحارة العظمى والصغرى 7 درجات ارتفاع تدريجي متوقع درجات الحارة يومي الأحد والاثنين تسجل يوم الأحد تقريبا في العاصمة عمان 16 درجات مئوية وتهبط ليلة إلى 7 درجات ويوم الاثنين من 17 إلى 10 درجات مئوية يلي يوم الاثنين مؤشرات على تأثر المملكة وعموم مناطق بلاد الشام باندفاع لكتلة هوائية دافئة غير اعتيادية لمثل هذا الوقت من العام عبر هذه الخرائط ممكن أن نرى هذه الكتلة تندفع من الصحراء الكبرى ومن القارة الأفريقية باتجاه المملكة هذه هي المملكة هذه الهواء الساخن المشار له باللون الأحمر سيمتد تدريجيا نحو المملكة بمشيئة الله تعالى خلال منتصف هذا الأسبوع مما سيؤدي لرفع درجات الحرارة فوق معدلاتها الاعتيادية من هذا الوقت العام بأكثر من 10 درجات مئوية وتسود أجواء أقرب إلى الرابعية منها إلى شتوية ذلك بسبب اندفاع هواء قطبي بارد نحو إسبانيا وشمال غرب القارة الأفريقية وأجزاء من الجزائر سيدفع هذا الهواء الساخن باتجاه المملكة وتستمرحات الانحباس المطري وارتفاع درجات الحرارة غير الاعتيادة بسيادة على عموم مناطق شرقية البحر الأبيض المتوسط هذا كما دينا بشأن الأحوال الجوية حتى اللحظة دائما زلونا عبر موقع تقس العرب الإلكتروني يصلكم كل ما هو جديد بشأن الأحوال الجوية أو حتى تحميلكم تطبيق تقس العرب أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة